السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه النهاردة هنتكلم عن اتيكاة العزة واحنا رايحين العزة بنلبس ايه كل واحد بقى لحسب البلد اللي هو فيها احنا عندينا بنلبس اسود في مصر فماينفعش نروح نلبس عباية فيها استرسات كتير زي ما انتم شايفين كده يعني ده ما تنفعش خالص العباية دي ولا حتى العباية دي لان احنا رايحين عزة مش رايحين فرح يعني بلاش خالص العباية اللي بيبقى فيها استرسات وحاجات بتلمع وكده دي كويسة يعني دي عباية كلها سودة انا شايف ان هي كويسة يعني تنفع للعزة دي اول حاجة بالنسبة للعباية تاني حاجة بقى نلبس الجزم اللي هي كعبها عالي قوي زيادة عن اللازم ونمشي في العزة بقى نفضل ندبدب وشكلنا بيبقى غير لائك لان الكعب العالي ده مينفعش في العزة خالص ممكن نلبس ايه بقى ممكن نلبس شوز عادية خالص زي ما انتو شايفين كده او ممكن نلبس صبو ايه شب شب على حاسب بقى لانتو بتلبسوه بس ملاش الكعب العالي اوي بالنسبة بقى الناس اللي بتروح جاي عاملة بقى ايه لابسة كل الدهب بتاعها بتجيب الدهب كده وتفضل بقى تلبس في الدهب كله بتملق ديها الخواتم تلبس الخواتم والدبلة والمحبس والغوايش والانسيال بتلبس كل دهبها تقريبا وهي خرجة ده برضو ماينفعش خالص ماينفعش نروح للعزة لابسين دهب كتير زياد عن اللازم وشكله بيبقى اوفر وشكله برضو غير لائك في العزة احنا رايحين عزة يعني ناس قلبها مكسور حتى لو ما كانش قاربنا يعني كان بعيد عننا برضو لازم نحترم الناس اللي احنا رايحين لهم ونحترم مشاعرهم فبلاش نلبس الدهب كله احنا رايحين العزة بطريقة انتو شايفينها دي الاكسيسوارات برضو مش مستحب ان احنا نلبس الاكسيسوارات اللي بتلمع قوي نكتفي بختم واحد والديبلة وخلاص حلوة قوي كده بالنسبة ان البرفان برضو ماينفعش ان احنا نفضل نحط برفان كتير وريحة بقى بتبقى جايبة من اول الشارع يعني بشوف ناس كتيرة كده بتبقى جاي العزة اول ما تدخل ريحتها بقى فايحة خالص وانا عز اقولكو اصلا ان البرفان حرام يعني حطوه في البيت بس وانتو خارجين ممكن نحط كريم او مزيل العرق بس يعني ملاش البرفان واحنا خارجين وبرضو ماينفعش ان احنا نحط منكير على ادينا واحنا رايحين العزة لاني زي ما قلتلكم لازم نحترم مشاعر الناس اللي احنا رايحين عزيهم حتى لو احنا مش زعلانين على الميت اللي احنا رايحين نرحين له ده برضو ماينفعش نحط زوفر زي ما نشايفين كده بلاش الزوفر خالص واحنا رايحين العزة ولاينفع نحط اكسسوارات في ادينا بالمنظر اللي انتو شايفينه ده زي ما احنا شايفينه وفي ناس بقى بتبقى رايحة لازة تقولت اب خلاص هحط ميكوب كده على خفيف وبرضو ماينفعش ان احنا نحط ميكوب خالص واحنا رايحين العزة ممكن نحط كريم كده او اي حاجة على وشينا بلاش البودر وبلاش برضو البانكيك او اي حاجة بتتحط شكلها لان احنا مش رايحين فرح زي ما قلتلكو احنا رايحين عزي ورايحين لناس زعلين وكمان اخر حاجة بقى مينفعش ناخد الاطفال معانا لسببين اولا حفاظا على صحتهم النفسية تاني حاجة انها اصلا هما زنانين ورخمين هيفضلوا يعملوا قلق في العزة فماينفعش ناخد معانا اطفال خالص واحنا رايحين العزة نسيبهم في البيت وما فيش حد في البيت نوديهم مثلا لجرانة او لأي حد عبل ما نرجع من العزة وما نطولش في العزة ما نروح نعزي نقعد شوية زغيرين ونروح ودي كانت حلقتنا النهاردة اي حد بقى قل ومكسور على قريبه اتوفى او حد حبيبه او عزيز عليه اتوفى ما تزعلوش الدنيا اصلا صغيرة وكلنا ان شاء الله هنتلاقى في مكان احلى من الدنيا بكتير هنتلاقى في الجنة ان شاء الله وكلنا نتجمع مع بعض في الجنة باذن الله وبدعي ربنا ان ربنا اجعلنا من اهل الجنة لو عجبتكم فكرة الفيديو ما تنسوش تحطولي لايك وتشتركوا في القناة وممكن تكتبولي افكار اعمالكو في الفيديو اشتركوا في القناة